وفي شوية أمور بتساعدنا وبتساعد أولادنا على التعامل مع الفقد حضرة النبي صلى الله عليه وآله 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 و� كان بيعلمنا كل واحد فينا يعمل ايه عشان ما حدش يجي يقول تبضح حضرة النبي لا حضرة النبي كان صاحب الشرع هو اللي بيعلمنا فبيعلمنا ايه بيعلمنا ان عند الفقد عندك مدد جديد وهو مدد السبات على ان الله معك ما ودعك يبقى الله معك مهما انتقل احبابك فاحبابك قد قاموا بالدور انهما يربطوك بالله سبحانه وتعالى فلازم نربط احبابنا بقيم نخلي احبابنا اللي انتقلوا بقيمة يبقى لازم تخلي اولادك اي حد انتقل نربطه بقيمة اولادنا واطفالنا اللي انتقلوا في هذه الاحداث ايه قيمة اللي بنربط اطفالنا بيهم ان هؤلاء الناس جددوا في الناس هم جددوا في الناس حب الاخلاق وحب القيم وحب الصفاء ورقق قلوب الناس فنربطهم بقيمة الحنان خلوا الناس حنينة يا أخي الناس كانت جفت للدرجة ان انت مش قادر تعاشر الناس ونزاك الرسول اللي عليه الصلاة يتكلم عن الأطفال ولازم نقول كده لازم نصح الناس عصفوروا من عصافير الجنة السيدة عائشة تقول للرسول الله عصفوروا من عصافير الجنة قال اوه غير ذلك يا عائشة يبقى اي زم لازم نعلم أولادنا كده ثالت حاجة بقى لازم ندعو الله صبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء انه يجعلنا من أهل مددي ويجعلنا اذا حصل ان حد فينا انتقل ليه حبيب ان احنا ما نحسش بالفق وان ربنا سبحانه وتعالى ما سلبناش لكن ربنا سبحانه وتعالى ما زال معنا ولكن نحس بان في باب تفتح للقربي من الله سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيتنزل عليه اللطف بينا وهيقبر خواطرنا إن شاء الله وإن الناس مهما تغيرت شخصيتهم لكن هيبقى إحساسهم بمدد الله يفتح لهم أبواب كتير جداً جداً للاتزان وإن شخصيتهم تتغير من الوهم والضيق إن حياتهم متوقفة على أحد على إن حياتهم محفوظة بالأحد سبحانه وتعالى طب دلوقتي أولادنا اللي بيشوفوا القتل والجرائم اللي بتتركب في حق إخوانهم دول إزاي نحكي لهم عن اللي بيحصل ده نحاول نقلل من تعرضهم للمشاهد الصعبة دي لكن في نفس الوقت نعمل إيه؟ نخليهم ونقعد معهم في وقت نديلهم حاجات مهمة جداً جداً لازم نعرفهم حقيقة القضية وإن إخواننا يناك بيدفعوا عن الأرض والعرض واللي بيموت منهم بيكون شهيد والشهادة دي من أعلى رتب الحياة لإنها حياة مع الله لازم نفهمهم كده الشهيد هو في أعلى رتب الحياة وفي أجمل أشكال الحياة لأنه يحيا عند الله فاللي ربنا اصطفى بالشهادة حي وعايش في نهيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يبقى إحنا لازم نفهم كده طب هم عايكونوا إيه؟ أنهما لا خوفون عليهم ولا هم يحزنون يبقى إحنا لازم نعمل كده لازم نفهم أولادنا كده والأطفال بنفهمهم من أم عصافيرهم من عصافير الجنة ويظل الفهم دوت في قلوب الأولاد عشان يقدروا يستمروا في ده ولازم نعرفهم أن ليهم أدوار متعددة في الوقت ده منها دعم إخوانهم بالمساعدات ومنها الدعاء الدائم ليهم وأن دورهم الأكبر أنهم يخرجوا أجمل ما فيهم في كل حاجة بيمرسوها عشان الأطفال اللي ماتوا أو الشباب اللي استشهدوا يفضلوا حسين أن اللي عملوا دوت ليقيمة في حياتنا أن حياتنا هم عملوا كده عشان حياتنا تستمر فيها رسوخ والتزان يا رب ساعدنا أن نحن نفاهم أولادنا هذه الأفموم الصحيحة لأن نحن لو ما فهمناش أولادنا الفهم ده هيبقى عندنا مشاكل كتيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحن نكون من أهل الاتزان وأن نحن نفاهم أولادنا في كل أوان كيف يكون العيش في حضرة الرحمن وأن الحياة والموت كلاهما نعمة من الله وكلاهما أبواب من أبواب اللطف الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لازم نقول أولادنا الله معك ومن لطفه لم يمنعك وأنت في حضرة سبحانه وتعالى بالرحمة والخير والجمال وهو سبحانه وتعالى لم يودعك